اشتركوا في القناة نقل جوي اكتب سبب الوفا قال حاد يا قو قلبك ويا سالم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين وحياكم الله ويانا في حلقة يديدة من حلقات برنامجكم يا قو قلبك على أثير إذاعتكم الأولى 107.4 من شبكة الأولى لذاعية تابعة لمركز حمدان بن محمد لأحيا التراث حديثنا المتواصل مستمعين عن مهن معينة هاي المهن اللي يمكن أننا نحن نصنف دايما أصحابها بقوة القلب وما بين الحكم على الشخص بقوة القلب واتقان العمل أو التحكم بالعواطف تبقى دايما هاي الصفات مجرد استنتاجات ويعني ممكن ما تبنى على خبرة لكن نحن تعودنا دائما نحن تكلم طبعا كمجتمع تعودنا على إطلاق بعض الأحكام العامة على نوع معين من الوظائف ممكن تصيب هذه الأحكام وممكن تخطيب لكن النقاش هنا على التفاصيل اليومية لوظائف التفاصيل اللي تصنع قصص متتالية هذه القصص جماعة الخير تسقل دائما مهنية اللي يشتغلون فيها وتمنحهم دائما هاي القدرة على حسن التصرف الصفات اللي تخلينا نحن الموجودين خارج إطار هاي المهن دائما نختزل جلدهم وصبرهم وحنكتهم في المواقف الصعبة بقوة القلب من هنا قررنا مستمعينا أن تكون ويانا هاي الحلقات من يقو قلبك نتسمع لي القصص يمكن للتعلم ويمكن للفايد ويمكن للتشجيع وللتقدير أكيد ما في شك والأهم أن نكون ويبعض مستمعينا ونوصل الحقيقة هذه الثقافة المجتمعية تتأصل فينا اللي تخلينا نحن نقدر أصحاب هاي المهن والجهد اللي يبدلون الحقيقة سواء لي أو لك أو ألها في أوقات يمكن تكون الأصعب في حياة أي واحد مننا يوم نشوف حد في موقع عمل يتعامل ويالحالات الخطرة إصابات مثلا شو الانطباع اللي تاخذ أو يفى بالك عن صاحب هاي المهنة كيف تنظر لتعامله ويالحالة اللي مبين إيديه نعم الملامح ملامح كنت الشخص نفسه هذي شي قلت تكون وكيف التركيز ومهنية هذا الشخص اللي يتعامل مع هذه الحالة نعم يمكن نحن كأشخاص عاديين الصراحة يعني يمكن نزيغ يمكن نخاف يمكن يعني خوفنا يوصل لدرجة الرعب صح هذا الرعب اللي ممكن يشل حركاتنا ما نقدر حتى ننحن نكمل هذا المشهد لكن نقول في حلقة اليوم نحن وياكم بنوقف عند باب أحد المستشفيات نعم البوابة اللي عادة مكتوبة عليها باللون الأحمر بوابة الطواري نتابع قصص هاي القصص الحقيقة بنسمعها من ديكاتري ومن أطباء يشتغلون وراء هاي الأبواب الحقيقة اللي نرقاهم دائما مستعدين دائما جاهزين لاستقبال اليايين واللي داخلين عليهم شو ما كانت حالتهم ونقول وفي هذا المكان اللي ساعات انت تشوفه وايد هادي قسم الطواري شوفه ساعات وايد هادي وايد هادي اللي انه ضج بالحركة والسرعة بمجرد وصول الاصابة بمجرد وصول المريض او بوصول شخص تعب بشكل مفاجئ او تعرض لأزمة صحية طارعة ومن هنا تبدأ القصة نعم القصة اللي تكتب فصولها في الطواري نعم من دخلت هذا الشخص لباب الطواري اكيد بنترك ضيفتنا الدكتور رهيل اللي بتتكلم وتعطينا تفاصيل اكثر الحقيقة عن هذه المواجهة والمواقف اللي يعني وانا ارمس يعني وانتوا تتخيلون وياي اشي قاعد تكون الحقيقة صعبة وتكون احيانا مصيرية مسألة حياة او موت نعم اذا كل شي وراب الطواري شوفه انت سريع شنك شوف فيلم اتمر مشاهد بلامح البصر شخصيا شخصيا بقولكم عن سالفة انا عيشت هذا الموقف مرة او مرتين شفت الحالات الطارقة مرة كنت صغير الحقيقة كنت وياهلي وسارين انزور حد من المرضى واذكر البواب المسموح ان احنا ادخل له ايان شو من التخريم فبواب الطواري المدخل الوحيد البوابات الزيارات الرسمية العيادات هذه هذه مسكرينها خلال الفترة المسائية مرين على باب الطواري وامشي وانا ممركز ياهل ممركز امشي سرحان فجأة لقيت لقيت مشطط ويزاعج خوز عن الدرب خوز عن الدرب صديت اللي لقى الممرضين وقى ناس شالين مصابين في حادث سيارة ويوهم واجسامهم دمان نعم شالينهم ويبون دخلونهم الغرفة بسرعة اذن حادثة خلت من قسم الطواري في مخيلتي لصغيرة وقتها مثل قاعد سينما يعرض فيها فيلم ولكنه فيلم رعب مستمعين من يومها وانا اشرد من هذا الباب اذا ما دخلوني الا من هذا الباب ما ادخلوا منه نعم باب الطواري ذكريات الحقيقة يعني صعبة شوي لكن بعد بخبركم سالفة ثانية قبل فترة رمسني حد من الارحام قال لي افلان اترا اباك توصلني للمستشفى ميهود شوي وتعبان وصلني للطواري في الليل مرت علي وشليتي ووديتي المستشفى ونزلت عند باب الطواري ونزلت وياه الحقيقة يعني للحظة رديت واسترجعت القصة اللي خبرتكم عنها انا من الاشخاص اللي الحقيقة يعني اللي يدركون اهمية كل واحد يشتغل في قسم الطواري كل واحد يشتغل في قسم الطواري انا شخصيا عرف قدسيت وهميت مهنته الحقيقة حديثنا اليوم ان شاء الله في يا جو قلبك مستمعين عن قسم الطواري عن الدكاترة عن الممرضين انا اللي يشتغلون في هذا القسم نرمس عن يوميات عملهم كيف يشوف شقال عايش وضمن الحديث بقولكم عن تعريف قريته عن طب الطواري يقول بين العمل على ازالة الخطر اللي يهدد الحياة وعلاج الاصابات واجراء العمليات السريعة كالخياطة وتقديم الاسعافات الاولية والانعاش يتلخص عمل طبيب الطواري اذا في هالاجواء اللي تطلب مثل ما قريت بعد السرعة والدقة وتوزيع المهام على طاقم الطواري بشكل عام تشغيل الاجهزة والاهم التأكد من وصول المريض لحالة الاستقرار وهذا الشيء يخليهم الحقيقة اوقات يعني يقعدون ساعات اطول خلص الدوام لكن ما يقدر يسوي بصمة خروج ويظهر لان في مريض وفي انسان طايح جدامة تربط به علاقة الانسانية اللي تعتبر من اسم العلاقات اذا هذه الساعات الاضافية تحملها هذا الطبيب الحقيقة على صحته على راحته على عياله على هله ولكن لأجل هذا الانسان وفي اللي حاولت اني ايمع كذلك عن طبيب الطوارئ مستمعينه في تدوينه عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان في سؤال لواحد من المتابعين يقول شو رايكم بطب الطوارئ فيتأجوبة كثيرة وحدة من هالأجوبة تقول اخترت تخصص رائع جدا ومهم للغاية وعدد المتخصصين فيه مبوايد دائما نحن الحقيقة نفتقد الى طباء الطوارئ نعم افضل من يتعامل مع الحالات الطارئ والحوادث لكن الحقيقة هو عمل في النهاية نعترف بانه صعب ومرهق ويحتاج الحقيقة لشخص ماهر وواثق وقادر على اتخاذ قرارات مصيرية بشكل سريع جدا لفتتني واحدة من هالإجابات تقول الإجابة وهي طبعا لأحد المختصين في الطوارئ يقول ستستفيد مما درسته لكنك ستضطر أنك تنسى ما تعلمت لتبدأ مرحلة يديدة من التعلم بالتجربة يعني كل اللي درسته في الجامعة المادة الأكاديمية تنساها واليوم دوام نعم وترد مرة ثانية تتعلم بالتجربة في الميدان ما في شك مستمعين نحن جدام مهنة ما بسيطة شاقة الحقيقة تحتاج لي صبر تحتاج لي شمولية للطلاع تحتاج لي الدقة تحتاج لي الإنسانية نعم لأن الإنسان فيه هو أولوية عملك وهو هدفك وهو غايتك العاملين الحقيقة جاهزين بحسهم الإنساني اللي يدفعهم دائما للعمل على إنقاذ الأرواح ومتابعة الحالات من الحالة البسيطة إلى الحالات المعقدة والله يحفظ الجميع ويسلم الجميع أكيد أسئلة كثيرة ومحاور بنترحها للنقاش ويضيفتنا في هذه الحلقة الخاصة من برامجكم يا جو قلبك ترينيونا عقوب هالفاصل يا جو قلبك الأولى 207 وهص الأربعة فيها منهم ويشرينة سالم كل سبت وأحد الساعة أربع العصر ع طول الشهر الصباح في رمضان ما يختلف عن الصباح في غير رمضان يحتاج منك نشاط حيوية وشغف ولنك صايم هالشي بعد لازم يأثر عليك بشكل إيجابي شغايل بخبركم في صابح رمضان بالروح الوطنية الإيجابية الناقش صحتنا النفسية في علاقة بين الغضب والصيام ونعرف شغايل نطور من عمارنا أحتاج أني أطور في العلاقات بكونوا ياكم في صابح رمضان من الأثنين للجمعة من الساعة الثمانة الضحة لين الساعة عشر الضحة العود ع طول الشهر الأولى منكم وفيكم منكم وفيكم حالة خطيرة نقل جو الدعم الأمني معاكم على الشبكة يراح الجو على وشك الوصول اكتب سبب الوفا حالة حادة يا قو قلبك ويا سالم محمد حياكم الله مستمعين ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم يا قو قلبك ورحب بضيفتنا في الاستوديو مستمعين أرحب بالدكتورة بسمة الزحمي أخصائي طب طواري الدكتورة بسمة بدايتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياة شلوي أنا في برنامج يا قو قلبك عليكم السلام والله يحييك وأنا أشكركم على هذا اللقاء الجميل الله يسلمك يا دكتورة دكتورة بسمة دايما طريج الدوام وطريج المهنة يبدأ من الدراسة فأنا بنعرف قصة بدايتك الحقيقة واختيارك لهذا التخصص وقرار دخولك لعالم الطب هو طبعا يعني أنا أدرس طب كانت يعني ومنيتي من أنا صغيرة ليش؟ فهذا كان شغف يعني من يوم أنا صغيرة أنا موحب مهنة ثانية يعني يعني ودي أكون طبيبة والوالدة بعد ويد شجعتني يعني أكثر وحدة وقفة معي شجعتني الوالدة ماشاء الله ماشاء الله عليها فهي يعني حتى أذكر في حفلة تخرجي من الثانوية العامة أمي صادت عن ما صراحة تعرف اللقاءات مع الأمهات وسألوها يعني قالوا لها شو خاطر بسمة يعني تصير شو خاطر تدرس قالت يعني خاطر يتكون دكتورة وأنت عارفة أن الطبي بالي سنوات دراسة عارفة طبعا عارفة عارفة أن الطبي يعني محتاج بس أنا كنت ولازلت حابة المهنة أنا قعطاتش سامحين شو قلت شو قلت الوالدة الوالدة قالت أن يعني أبغيها طبيبة يعني بعدين أذكر أن حتى مرة ثانية يسألوها نفس السؤال يعني قالوا لها إذا ما كانت يعني طبيبة قلت لا إن شاء الله طبيبة طيب وإذا ما كنت طبيبة إذا ما كنت طبيبة خلال الوالدة تعرف على هو ممكن أكون إدارية يعني شيء في الإدارة ما تقولين في المسيشف في المسيشف هي غالبا غالبا أيوة ماشاء الله مصر حمد لله رب العالمين وعلنياتكم ترزقون والله وفقت ماشاء الله ودكتورة بس هنا دكتورة بسمة هل اختصاصتش أو تخصصتش اللي هو الطواري طب الطواري بعد أنت اخترتي ولا يعني خنقول المجال في هايش الفترة أو الفرصة هي اللي أو الصدفة مثلا لا أنا اخترت الطب الطواري وصراحة يعني ما ندمت على قراري يعني نهائيا هو يعتبر شو يعني تخصص مفصول الدراس مفصول التدريب ولا شو قيل هو يعتبر من الأقسام الجراحية التخصصات الجراحية يعني عندنا التخصصات الباطنية والجراحية الباطنية مثل طب الباطنية طب الأسرة طب الأطفال الجراحية اللي هي تقسم للعظام الطواري الجراحة العامة نعم فهي تقريبا من الأقسام الجراحية يعني وانت قبل تختارين عندك يعني ألمام بالموضوع هذا أو بالتخصص هذا وسنوات دراسته وكل شيء أنا طبعا لما كنت أدرس في كلية الطب من ضمن الدراسة كان عندنا شهرين نختار فيهم وين نقدر نتدرب نعم فأنا جربت في الطواري في قسم الطواري في أحدى المستشفيات يعني حولي بعد ما دربت مدد شهرين خلاص قررت أن هذا هو مجالي بيكون نعم يعني بس دكتورة يعني إذا سألتت عن خصوصية العمل في طب الطواري يعني يوم في طبيب أسنان طبعا مع احترامنا الشديد الحقيقة له كل اللي يمتهنون الطب في طبيب مثلا تخدير في طبيب على سبيل مثال اللي هو القسم العلاج الطبيعي مثلا في تفاوت الحقيقة في تقديم الرعاية الصحية من الأطباء المختصين الحين يوم نرمس عن طب الطواري يعني هذا ما أدري يعني هذا من السامر يكون يعني بحاله الحقيقة ما يعلم فالله سبحانه وتعالى فخصوصية العمل في طب الطواري يعني ليش الإصرار أنك تدخلين هذا المجال ولاحقا ما شاء الله وليه اليوم أنت على رأس عملت في هذا المجال نفسي يعني هل هو يعني خنقول يعني يضيف لك شيء على شخصك الكريم مثلا تتعلمين فيه أشيء يديد تستمتعين بهذا الشيء وطبعا قبل لنتكلم عن الجانب الشخصي نحن نتكلم عن الأسباب الرئيسية اللي خلتني أدخل هذا المجال أنه بصراحة مجال مطلوب في الدولة عندنا بشكل عام صحيح دكتورة يعني تكشف عليها تشوفها تسمعها وهذا طبعا أقل شيء نقدر نقدر نقدم الوطن يعني خدمة الوطن فدولة المارات تحتاج أننا نغطي هالمجالات يعني نحن واجب علينا نغطي المجالات اللي فيها نقص في هالمجال يعني ومن الجانب الشخصي أن يعني الشغف أنا إنسانا ما أحب الملل يعني الروتين ما أحب الروتين اليومي ما أقدر يعني أقعد في مكتب هذا ما تعتبر الروتين كل يوم مرضى 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 لا الطواري في دقيقة وحدة تنقلب دقيقة وحدتك على طار دقيقة يستدعونك هني دقيقة يتعب مريض يعني دايناميك يعني وائد حركة الطواري يعني قسم الطواري جدا متحرك يعني ما في أبدا رتين ولا ملل حلو وانت هاي الدينوك وائد يعني انت شوفي نفسك في هذا المجال وفي هذا هل نعم طبي في ناس أكيد يعني لكن خلنا نذكر وياتش البدايات دكتورة بسم تذكرين أول يوم دوام في الطواري دوام أول يوم طواري هي الدوام من اللينا كنا طلاب طب يعني على تقريب عن الآخر سنتين أزي يوم كنتي طالبة الطب في فترة التواجد خنقول أو الوردية جد صادف أنه يدت يعني حالة مثلا الحالة هذه في باليش جد يعني دخل حد ميهود ومريض ومحتاج لتدخل أو حادث وغيره في شي يعني خلال فترة تدريب راسخ في ذهنش كطالبة بسمه اليوم نرمس أكيد يعني في موقف يعني ما أنسى من أول أيام طبعاً هو بشكل عام حالات الوفاء هي الأصعب نعم يعني بشكل عام في أي في أي خدمة صحية يعني اللي يونع لهم متوفين حالات الوفاء توقف في القلب النفس محتاج الإنعاش هذه أصعب الحالات لكن اللي ما أنسى أن تأثر الأهل وتوترهم فمع المريضة كانت الله يرحمها يعني فأذكر أن فجأة كنا في القسم أحد الأقسام المستشفيات والزجاج نكسر الزجاج الباب الباب اللي نعاش نكسر لا الأهل المريضة كسروا من التوتر اللي عندهم يعني يبونها تدخل بشكل سريع فنكسر الزجاج فهالشيء المستحيل أنسى ما أقدر يعني أنسى صوت الزجاج يوم ونكسر الخوف اللي حسينة فيه طبعا دخلت المريضة وحاولنا نسعفها وهذه كانت من أوائل الأيام اللي داومت فيها كنت بعدني طالبة يعني أنت كنت من ضمن الفريق اللي يعالج ويدخل أيوي وبس نحن كطلاب طب كان عندنا شوية يعني مثل ما يقولون تعليمات معينة أن في حدود لتدخلنا لأن بعدنا ندرس طبي يعني ما تخرجنا يعني مش طبيب ممارس بعدنا وبالضب وبالضب والتدريب كم سنة يتم هو بعد ما تتخرج من كالية الطب فيه سنة امتياز اللي هي سنة كاملة السنة الامتياز هذه تمر على تقريبا معظم أقسام المستشفى تكون مثل طبيب ممارس عام يعني وبعدين تبدأ الامتحانات والمقابلات للتخصص وين الله يوفق يعني تبدأ تخصص يعني عقب الموقف هذا امر ديت البيت الموقف يعني أنت متأثرة فيه يمكن أيام ما فكرت بغيرة تخصص أو يعني في ناس عفكرة درسة الطب سنتين ثلاثة وغيرت يمكن تعرفين في ناس ما كملت في ناس ما رامت في ناس يعني لون الدم واترها وما راموا يعني لا بالعكس أنا يعني شعور أني أبغي أساعد الناس يعني شعور أني أنا أبغي أكون مثلا مع الأهل بعدين أبغي أكون مثلا يعني مثل كيف أقول لك يعني إلى جانبهم يعني ندعمهم نفسيا لأن الطبيب في النهاية إنسان يعني بعد يتأثر بس لازم يعني يمسك نفسه لازم يتأثر الطبيب طيب ليش ما نشوف يعني ليش المجتمع بسؤالي يعني ممكن المجتمع يقول ما شفت أنا طبيب متأثر يعني ما شاء الله شخصية قوية ويقول اللي عنده ويروح فهل الصورة النمطية اللي نحن ما أخذينها كابناء مجتمع على الطبيب هل هي صحيحة دكتور بسمة ولا الطبيب يعني ممكن ينقل يعني خاصة أنت وطباء الطواري اللي أول ما تستقبلون الحالة وحالات حرجة وحالات يعني سبحان الله يعني تشايفين يعني بلاوي بتتأثرون هل يعني بتنقلين خبر صادم الحقيقة مفجع للأهالي تريون برع الباب برع غرفة العمليات والانعاش وليش نحن ماخذين هالصورة وشو الحقيقة أن الطبيب شو بالضبط طبعا طبيب مثل ما ذكرت قبل في نهاية إنسان يعني فلازم بيتأثر يعني التأثر موجود لكن في نفس الوقت أنت طبيب عندك مرضى ثانين يعني لو أنت تأثرت من بداية خلنا نقول الشفت أو الوردية ما بتقدر تكمل معا ما بتعطي باقي المرضى حقهم يمكن نحن الاناث أكثر تأثر يعني يعني لو تأثرنا مثلا ممكن تأثر لباقي اليوم بس حرام المرضى الثانين ما لهم دم أكثر تأثرا أو أقل تأثرا نحن أكثر أكثر متأثر يعني جميل ف اللي بقوله أن طب الميون الأهل أو المريض القسم الطواري بشكل عام يكونوا متوترين نعم فتخيل أنت الطبيب متأثر من البداية متوتر من البداية ما في ثقة أنا لو كنت مريضة ورحت عند الطبيب متأثر بشكل كبير بالحالة بخاف بخاف على أهلي أكثر صحيح عشان شذا الطبيب لازم يكون واثق نعم يعمل مع الفريق بشكل جيد متناسق نعم وكل شيء له وقته التنسيق مع الفريق بيكون الوضع يعني ممتاز حلو الطبيب لازم تكون شخصيته قوية دكتورة باسمه؟ بشكل عام في الطواري لازم ضروري لازم يكون واثق من نفسه عنده صبر عنده حكمة في التعامل مع شخصيات المختلفة النفسيات المختلفة طبيب الطواري لازم يكون قلبه قوي دكتورة باسمه؟ ضروري لازم يكون قلبه قوي لازم طب دكتورة باسمه أنت قلبك قوي والله النوع المال الحمد لله وشخصيش القوية؟ الحمد لله واضح ما شاء الله عليك الله يسلمت إن شاء الله سؤالي دكتورة اللي شوفونه في المستشفى تحديدا في طبيب أو في الطب الطواري عفوان اللي الحالة تغير أو سمعتي من زميل آخر مثلا ما في وردية تجنتي وردية ثانية قبل وعقبل وردية مثلا حالية تجي كيف تفصلون في النهاية بين ما تشوفونه في أرواقات المستشفى وتحديدا حوادث لبيوتكم لحياتكم الخاصة هو طبعا أول نصيحة ينصحون إياها حتى الدكاتورة اللي أكثر خبرة منه إنه ما ننقل نهائيا شيء للبيت أول شيء خصوصية المريض نعم لازم نحترمها ثانيا الطبيب بعد عنده عائلة ثانية اللي هم حق عليه لازم يوصل البيت بنفسية حلوة أنت تدخلين بيته وأنت ما بتسمي إن شاء الله إن شاء الله يعني مو بعد طول حسب الشفت حسب الشفت مرات نكون يعني جدا منهكين جدا منهكين وأنت تعرف البيت بعد مسؤوليات وأشياء يعني مرتبط بعد لازم تكون جاهزة للمسؤولياتك في البيت بعد من توصل دوام الطبيب الطواري كم ساعة دكتورة؟ والله يختلف من مستشفى لمستشفى بس غالبا يعني من ثمان ساعات إلى 12 ساعة حسب متواصلة؟ 12 ساعة متواصلة؟ متواصلة لكن يكون عدد الشفتات مثلا في الشهر أقل فرغة أقل يكون هادي الشفت ولا دايما في حالات ولا؟ قلت لك فجأة يعني ما تكتر تقول يعني عادي يكون يبدأ الشفت جدا هادي فجأة يصير فيه أنه لازم نحرك مرضى حتى نطلعهم من هذا القسم لهذا القسم عشان منستقبل حالات وهذه الأمور يعني سبحان الله سبحان الله جميل نحن إن شاء الله الحديث متواصل بياش دكتورة بسمة وعن تجربتك في طب الطواري وأكيد مسمع منش المزيد لكن أعقب هالفاصل أترى يونا مستمعينا لو معلكم أمور يقو قلبك رمضان في البلاد رمضان في البلاد لعرف المصحف يعرف أن عدد الصور المكية 85 والمدنية 29 ليعرف المصحف لا إله هل الله لا إله هل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويمطوعنا خالد إسماعيل من الساعة وحدة القايلة لين هنتين وقت العطنة عطول الشهر رمضان في البلاد إياه يحق أن يجب أن يزال أعطني الصممون حالة خطيرة نقل جوي اكتب سبب الوفا قال حادة يقو قلبك ويا سالم محمد حياكم الله مستمعين ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم يقو قلبك ونرحب مرة ثانية بضيفتنا في الستوديو دكتورة بسمة الزحمي حياة شارة دكتورة بسمة الله يحييك ياهل وسهلا فيك ونشكرك مرة ثانية على الحوار الطيب دكتورة يعني خنقول اليوم في مخزون من القصص ومن الذكريات وفي حالات مرت على طبيب الطوارة على كل دكتور وما في شك وذكرتي يمكن جزء أو موقف خلال فترة التدريب ولكن في النهاية نحن من التفقين والمستمعين ويعني بأن الطبيب هذا إنسان والإنسان يتأثر بغى بغى بحالة جدامة بحالة يمكن شبه أو عيوز أو بحالة طفل رضيه أو بأي حالة ثانية نزيل الصعب حالة مرت عليك واتأثرت فيها بشكل يعني مباشر وعقو ما طب المريض هذا تحسن وتعافى رفعت التليفون سألتي عنه أو زرتي فيه الجناح مثلا واحد أو وحدة أو طفل طبعا ما تعرفين هالحالات أنت ولكن يعني سبحان الله في شيء في الذاكرة من هالقصص ذاكرة طبعا الحمد لله يعني مليانة بالقصص هذه الأمور التأثر تقريبا بشكل يومي و بشكل عام لحالات الوفاة لا صعب وخاصة بالأطفال نسبة للأطفال نعم يعني أنت تخبرين الأهالي في حالات الوفاة تبلغينهم بشكل مباشر نعم نعم طريعا نبلغهم أيوة يعني كيف الألية سامحينك على السؤال كيف هل تتصلون فيهم مباشرة ولا تطلبونهم والمستشفى وتخبرونهم هم بالعادة يكونوا موجودين أو إذا مش موجودين نتواصل معهم مثلا نتفضلوا المستشفى وهذا ما يشكون فيكم ما يقولون عفوا ليش راتصال طبعا يكون فيه ارتباك يعني في النهاية طبعا يكون فيه ارتباك ويوم يوصلون في غرفة للعائلة يقعدون فيها وطبعا أنك أنت تنقل الخبر بعيد الشار سيء هذا طبعا نحن ندرسونا إياه حتى في الكلية الطب شو درسوكم كيف تنقلوا هي كيف ننقلها فيه آلية معينة تقعد معاهم تعرف عن نفسك تسألهم بشكل عام عن حالة المريض مبع على طول تقول للموضوع وفيه جملة معينة مثلا لازم تنقال أنه مثلا يعني المريض توفى يعني مثلا المريض توفى ما نقدر نقول مثلا المريض عطاك عمراء ولا رحل ولا يعني تنفهم مباشرة مباشرة يعني فيه آلية معينة بس ممكن أوش تسألين شو حالة تعقب تقول توفى نعرف لأنه مطلوب منك شهادة وفاة يعني بعدين إن شاء الله نصدرها أسباب الوفاة لازم تنذكر فعشان تحرف أسباب الوفاة لازم تاخد شوية معلومات من الأهل مثلا قالوا لك عند ألم في الصدر أول ما صحة من النوم مثلا مسوي عملية قبل أسبوع غض النظر يعني عن هذه الأسباب الحين التفاعل للأهل يعني حين صدمتهم قلت لهم الموضوع هذا وأكيد الله يكون في عونهم يعني هل يتجاوبون يتفاعلون مع الأسئلة التالية اللي هي العلاقة بالشهادات والله يختلف يعني نحن شفنا وائد شخصيات وائد وائد يعني هذا الموضوع تقريبا يوميا يمر علينا يوميا فيمكن أن أنا أشتغل في أحد المستشفيات المشغولة دايما يعني عدد المرضى ما شاء الله يعني ما يوقف يعني استمر فتأثر يختلف أحيانا في ناس ما تستوعب ما تستوعب ما تستوعب يعني حتى مع الأسئلة تكررها فنعطي نعطيه وقته نخليه نعطيه وقته ونحاول شوي شوي ممكن حتى نطلب الموظف الاجتماعي يكون معنا شو دوره؟ موظف الاجتماعي يعني دعم اجتماعي نفسي يكون معاهم أيوة إننا الطبيب ما يقدر يلتزم مثلا ساعة كاملة مثلا مع الأهل بحكم الدوامة بحكم المرضى الثانين اللي يشرف عليهم يعني فهو الموظف الاجتماعي في هالحالة يعني وايد يدعم الموضوع طيب يعني تشد يعني يأتي مرة واحدة وقلت له أنا سامحوني مبانلي وقدر أقول الخبر هذا هي صار صار ليش صار صارها شيك أذكر في رمضان نعم كان في أحد السنين يعني يعني سبحان الله يمكن هذه تكون حالة من نسبة للدكاترة عادية بس أنا تأثرت بشكل كبير يعني كانت الوالدة كان يابين الوالدة ومب كبيرة وايد في العمر يعني كانت تحت الستين سنة وكانوا أذكر أربع شباب ما شاء الله عليهم يعني كبار يايين مع الوالدة وطبعا متأثرين فجأة الوالدة كانوا مقررين أذكر القصة كانوا يقولونها أنه كانوا مقررين يروحون لعمرة وفجأة ونفس اليوم ووالدة بس صحت من النوم دقت على واحد من عيالها الباب وقالت لا أنا حسب ألم في صدري وطاحت وعلى طول يعني يابوها المستشفى يابوها طبعا كانت في حالة توقف في القلب والتنفس وبدأنا لإسعافها والنعاش حسب سياسات الطواري يعني مع الفريق بس الموقف اللي تأثرت منه يمكن أنا كنا في رمضان أول يوم رمضان والقصة اللي هذا وبعده أصغر واحد أصغر الأبناء أذكر أن قال للوالدة همس في إذنها قالها مع السلامة أمي قالها لما قالها مع السلامة أمي أنا ويد اتأثرت في الموقف ويد ويد يعني خبرتهم عن خبرناهم وبعدين هو يعني ودعها بهالجملة سبحان الله كم كان عمر الولد تقريبا تسعة عشر سنة بس أنا يعني تأثرت بهالموقف ما أقدر أنساه لأن في النهاية تعرف صحيح الموقف صعب يعني فاعتذرت من الدكتور اللي معاي كان الاستشاري حتى أذكر قال لي يعني خدي بريك وتعالي يعني نوصل هالمرحلة أحيانا ما نقدر يعني لازم شوية تراحة شوية نفرغ الشحنات سبحان الله يعني الواحد بيتأثر وبعدين نرجع الدوام البريك كوم يعني ما نقضي الوقف الصراحة اللي تكون في الدوام لا كم تحتاج من الوقت في السنة أو كذا شهور أو ستة شهور ما نتكلم في اللجاهسات السنوية أكيد كل حد يستاهل لكن سؤالي في حد يحتاج كم يستاهل في حد يحتاج أنه يفصل الأسبوع في حد يوم دكتورة بسمك كم تحتاج أنها تفصل من هالعالم تماما والله أنا يعني شوفت أهلي وأمي عندي بالدنيا الحمد لله يعني عندي الويكند أشوف أمي فيه فمثلا الخميس أو الجمعة يكفيني أن ستعب لسبوع الحمد لله واجهة تحية نحن كذلك من هالمنبار والله يطول بأمرها إن شاء الله يا رب طول في أمار أمهاتكم آمين أجمعين سلم شاء الله أحيانا في مسؤولية مجتمعية ما في شك ما بأحيانا دائما في مسؤولية مجتمعية وأحيانا يكون فيه ما أعرف يعني ما بخوف ولكن يعني الحالة يعني تعرفين كيف يعني بوضعية شوي فما أعرف متى وهذا شغلكم أنا أدري ما في تدخلون شو ما كانت الحالة ولكن متى ترددتي متى وقفتي متى نزلت دمعتش متى قلتي يعني أنا شو اللي أبني له التخصص شو تصار هذا الشيء طبعا يعني يحصل هذا الموضوع هنا يعني خاصة مع الأطفال أطفال يعني مثلا تعنيف الأطفال بدون الخوض في التفاصيل يعني مثلا طفل يكون من أغلب التعنيف يكون من داخل المنزل نفسه يعني يعني تعنيف من التعنيف في المستشفى يعني يعني الطفل يعني يوصل عندنا طواري ويكون فيه علامات تعنيف في جسمه ضرب حرق أكثر من مرة متكرر الموضوع ففي هاي الحالات يعني لازم تتبع يعني هل تبلغ الشرطة شو السياسة بالضبط فلازم يكون طبيب عنده حكمة ما يتسرع ما يتكلم عن الحالة ما يناقش حتى تضطر أنك ما تناقش مع الأهل نفسهم إذا كنت تشاك في الموضوع تتبع سياسة المستشفى نعم أما تكلمهم يعني بين سكنك ما بعرف شو طبعا لا طبعا لأن هذا يعتبر اتهام يعني فيه آلية معينة وخاصة أن الطفل اللي ما يقدر يتكلم عن نفسه يعني عنده إعاقة مثلا أكثر الناس اللي يكون عندهم هال المواضيع تستطيع تحصل لهم يعني مثلا متأخر في النمو في التفكير هذه الأمور يعني اللي شوية نواجه فيها يعني صعوبة ما في شك لأنهم يهال في النهاية دكتورة يعني في النهاية وحمد الله اليوم يعني دولتنا كفلت حقوق الطفل من خلال يعني قوانين حقيقة موجودة تسريع الجميع في النهاية ولا حق هذا الطفل أن يؤخذ بحقه والقانون يأخذ مجرى إذا انتهك الحقيقة حقه لفظيا في مبارك يعني بالتعنيف وبالزجر وبالضرب المبرح الحقيقة اللي يعني أبدا يعني لا 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 للإنسانية ولا للتربية بصلة نعم خلال إجازة سنوية تولهين للطواري والله حسب الإجازة لو كانت يعني طويلة أطول إجازة خدتها كم؟ أطول إجازة نحن مسموح من لثلاث سابيع بس يعني بس أنا يعني ماجد خد ثلاث سابيع ليش؟ أوزعهم لأنه خلال السنة أوزين فعشرة يوم أسبوع ثانعشر يوم أكسمهم يعني حلو بس خلال يعني الدوام خلال قصد الإجازة ما بنا والله نقول بمعنى آخر السؤال يعني أنت في الإجازة وخلاص يعني مريحة مخج يعني فيه بروتوكول طبي نحن عرف أنه ما حد يتدخل شوك أنت طبيبة إذا في حالة طرق ممكن تتدخلين أو تصار أنتش تدخلتي أنتش تدخلتي أنتش تدخلين في إجازة ولكن الموقف الإنساني يستدعي أنتش تدخلين يعني مثلا أنا كنت في مكان عام صار في شيء عرضي مثلا أو حادث لا قدر الله أو شيء من هذا القبيل يتطلب يعني لما يدعم الطبي يبالي عشر دقائق يبالي ربع ساعة مثلا والله هو حصل يعني ممكن داخل دولة الإمارات يعني عندنا سياسات ممكن يعني مثلا أساعد يعني القانون مصرح أن مثلا الطبيب ممكن يساعد يوقف مع الأهل يتصل بالسحاف هذه الأمور لكن خارج الدولة مثلا إجازة خارج الدولة ما أقدر أغامر وأتدخل لأنني مش ملمة بالسياسة الدولة الخارج يعني خارج الدولة بس بلا جدت دخلتي أو يعني استدعي الأمر رجنتي والله كم مرة وحدة بس في حالة غماء كنت في مركز تسوق تجاري نعم في حالة غماء بس مجرد بصاعدة اللي هي مثلا أنك ترفع الرجل للمريض تتصل بالسعاف نعم هذه الأمور فلغماء يرفعون تقريبا هي ترفع هذا طبعا أول شي تتأكد حسب طبيب طواري لازم تتأكد هل في نابض هل في تنفس في آلية معينة يعني وعلى طول نقول لهم مثلا نكلموا للسعاف وبعدين طبعا هو ما تأخر يعني فريق الطبي كان يوصل يعني على طول جميل طيب دكتورة ياتش اتصال من شخص مقرب جدا وعزيز عليك حد من ارحامك يشاورك أنه والله بنتي أو والدي يبون يدرسون الطب وتحديدا طب طواري شو رايش دكتورة باسمه شو بتكون نصيحتك أكون يعني أنا دايما أنصحهم بشكل عام أن يعني يدخلون عيالهم صعب كدراسة بعد يعني دراستة الصعبة ابتحاناتة الصعبة فإذا هم كل واحد أدرب قدرات يعني الفرد اللي عنده من العائلة إذا الفرد اللي عنده قادر يشوف أنه عنده مستقبل قادر يدرس عنده صبر متفوق ما شاء الله نعم ليش لا بالعكس أشجع جميل طيب المهنة هذه الوظيفة هذه غير عن باقي المهن يعني وأنت داومين طبعا شفتها صح دكتورة نعم جميل طبيعة المهنة بالطريقة هذه وبالتالي يعني ممكن خنقول أحيانا الموضوع شوي مثل ما تفضلت فيه صعب ويبالى هذا الشغف يعني مو بأنه حيلة عمل من لا عمل له لا موضوع محتاج لهذا الشغف ومحتاج لهذا التشجيع وخاصة يعني كثيرين من الشباب عذرهم أنه موضوع الدراس سنوات طويلة مثل ما تفضلتي موادها صعبة شوية ولاحقا أنا عاد مردود أنا ما أدري عنها ولكن بعد نسمع أنه مقارنة ببعض المهن يمكن أن يكون شوي أقل يعني طبيبة كيد استاهل أكثر وأكثر لأنه مهنته شريف ومهنته نبيلة سلام شالله بعد كم سنوه صارتش تخدمين ما شالله تقريبا تقريبا أنا تخرجت من كلية الطب 2014 ايه ما شالله وحصلت على شهادة الطب الطواري 2021 يعني تقدر تقول أكثر تسع سنين تقريبا ما شالله تسع سنين العمر كل الله وليت الصحة والعافية إن شالله هاجس التعب من الوظيفة أو أني أنا للحظة يعني لا ما أقدر تعبان ما روم أكمل أو قام يأثر عليه يعني في مهن في وظيف بعد فترة من سنوات من العطاء أصحاب يقولوا كلام هذا مرون علينا حتى زملاء إنه في الإعلام والله أنا ما أقدر أكمل لأنه تعبت شوي ما أقدر تركيز غير يعني عرفت إيش قال فما يت هذا الشعور طبعا يعني إييني هالشعور بس الدعم الدعم لو إنسان عنده دعم من العائلة من أول شيء العائلة إذا عنده دعم من العائلة يعني لأن هذا شعور ييك في لحظة تعب في لحظة يأس في لحظات معينة بس لو تتخذ قرار في هالموضوع بتندم عليه يعني أكيد لأن هذا القرار ما بيكون قرار صحيح يعني صائب فلو أنت عندك الدعم في الوقت اللي أنت محتاج بترد عن قرارك وأنت الدعم الحمد لله موجود ما منه ما نعرف من العائلة من العائلة طبعا من شاء الله حفظ الحمد لله يعني أنا أول دعم من الوالده وأهلي وزوجي يعني هو الدعم الأكبر يعني أنا وجه للدحية أكيد استاهل ونشكر الحقيقة يعني أنه يعني بعد يعني الساعات العاملة الطويل وغيرها أنا شكرا على احتواء وتفاهم لهذه الطبيعة الحقيقة زهر الله خير نعم شو تقولين لخواتك اللي أصر عنش اللي سبعون اللي عنده شوية تردد في أنه الدعم في مجال الطواري أو الطب بشكل أنا أقول يعني في النهاية مجال الطواري مطلوب يعني نعم وكوظيفة يعني شبه مضمونة في المستقبل نعم يعني أي خدمات صحية محتاجين طبيب طواري وخاصة من القسم النسائي نحن مش متحيزين لكن طبعا مثل ما تقبلون الحريم لا لا طبعا طواري أي حد يعني حتى جنسيات مختلفة طبعا أطفال كبار بس نحن حسب سياسة المستشفى الأطفال عندنا فقط الإصابات نشوف أما الشكوى الباطنية نقدر نقول نعم عند القسم الطواري الأطفال نعم إذا أنت تشجعين دكتورة بس أشجع بالعكس يعني نحن ربا نزيد عدد الأطفال الأطفال الطواري نعم شو حلم وطموح حلمي وطموحي أني أنا يعني أخدم أخدم وطني بشكل أكبر من هالموضوع يعني أنا ودي أني أوصل مثلا إداري بشكل يعني إداري إن شاء الله أكمل دراستي نعم أن بحيث نساعد مثلا في التحسين مستوى الخدمات الصحية نسمى على المرضى أهاليهم يعني المقترحاتهم نقدر نحسن الوضع إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تعالى إن شاء الله تمنى رتشك للتوفيج دكتورة بسمة سعيد بهذا اللقاء بهذا الحوار الطيب وما قصرتي بيضويه دكتورة بسمة زحمة خصائي طواري والله فوقتش إن شاء الله نسمع عنك الخبار الطيب إن شاء الله أجمعين مشكور ما قصر يا هلقصر بسمة من قسم الطواري قصص لحالات أكيد أنها راسخة في ذاكرات الدكاترة ورغم ما فيها من تعب وألم لكن نقول في النهاية أن الطبيب إنسان لكن هذا الإنسان يزاهر لخير لإيمانه بجيمة رسالته الإنسانية دائما يحطي هذا التأثر الإنساني على برد ويكمل مسيرة عمله النبيلة في النهاية نقول لكل طبيب طواري إنسان قرر أداء رسالته الإنسانية بالرغم من كل شي نقول بارك الله بجهودك ويقو قلبك ثمان يقو قلبك يقو قلبك